تميت اخبار اليوم شي مش طبيعي اخبار اليوم كلها عن اللاعبيين وتشديد العقود والصفقات المحتملة لايك فولو وخليه يدخل بالتفاصيل نبدأ بتقرير من الصحفي الموصوق فابريزيو رومانو كريم بن زيمة طلق عرض ضخم جدا من السعودي اللاعب اخبار ادارة النادي انه سيتخذ قرار قريبا جدا انه هون لقبل المباراة اتيتكم الباو ببين كل شي المدريد لديه خسيلو وفرمينيو كخياران ولكن في حال رحل كريم بن زيمة سوف يكون هناك خيار اخر اسنسيو غدا سوف يرحل عن مغادرة ريال مدريد ببيان رسمي استون فيلا متصدر قائمة التعاقد مع اللاعب يليه باريس سان جرمان سوف يميل فرمينيو الانضمام الى ريال مدريد فرمينيو يرى فكرة الانضمام الى ريال مدريد فكرة مغرية جدا صفقة بيلنجهم او شكت على الانتهاء فاقي فقط الاتفاق على المكافآت ورح يتم الاعلان عن الصفقة ريال مدريد يجي محادثات مع خسلو على سبيل العارة لمدة عام واحد وحيكون بديل لما ريالو دياز فينيسيا ستوبيوس سوف يرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم ماركا لونين قرر رحيل عن ريال مدريد رامون الفارز اذا قرر بن زيمة الرحيل هناك خياران مفضلان لدى انشلوتي هاري كين وايضا ريتشالسون انا بتنسبة لي ريتشالسون ان شاء الله ما يجي ابدا وتكون الخبر كله كذب سيبيوس مازال يدرس عارض التجديد مع ريال مدريد في حال غادر لضيه عروض من الدول الايطالي ومن الدول الاسباني واولا ريال بيتيس ريليفو كاي هافرز من احد الاحتمالات لتعويض رحيل السينسيو ماركا هازارد باقي في ريال مدريد اللاعب الدوفي بقده سينيجالي نيكو جاكسون احد الاسماء المرشحة ايضا في ريال مدريد مهاجم فيا ريال ورح تسمعه اسماء كتير لسه ماركا فيا ريال مهتم في التعاقد مع ناتشو ايضا الصحفة نيكو شيرا صحفة ايطالي انتر ميلان بدأ بالفعل بالتفاوض مع وكيل اعمال اللاعب اشرف حكيمي يريد مغادرة باريس سان جرمان اللاعب يفضل فكرة العودة الى ريال مدريد كل الاخبار بتأكد في حال رحيل كريم بن زيما هاري كان الاسم الاول بالنسبة لريال مدريد بجميع الاحوال كل شي رح يتضح قبل مباراة اتلتك بالباو هيبين مين هيودع الفريق ومين هيضل رأيك في هاي الاخبار في التعليقات الفيديو كان طويل وشوي لايك فولو ودائما وابدا هلا مدريد